هتلاقي الفريق الوحيد المخصرش في الدور هو النادي الأهلي مين أقل الفرق اللي اتعارضت لخسائر فيه الدوري؟ هتلاقي بيرابيتز وفيوتشر كل فريق خسر فيهم أربع لقاءات فقط فبالتالي تبص على نتائج فيوتشر في التعادلات بيعرف يطلع بتعادلات وبيعرف يطلع بالنتيجة اللي بيعي بعيزها فرقة كسبت 15 ماتش اتعدلت 13 مباراة فده نسبة كبيرة جدا في التعادلات ولكن نسبة الخسارة قليلة جدا وده معناه ان فريق ما بيخسرش بسهولة على مدار 32 مباراة ما يخسرش غير أربعة ده معدل يبين ان فيوتشر برضو فرقة كويسة فرقة بتنافس فرقة موجودة في الكونفيدرالية السنة الجاية للسنة الثانية على التوالي في سنتين في يعني أول نسختين لفرقة زي فيوتشر بيلعب في كاس الكونفيدرالية السنة اللي فاتت والسنة الجاية مؤهل والسنة دي هو تالت الدوري على حساب الزمالك اللي هو بطل آخر نسخ حالان في الترتيب الرابع تبص على مثلا الزمالك الزمالك خسر السنة دي في الدوري 7 ماتشاط فيوتشر خسر أربعة مباراة بس فبالتالي مباراة فيوتشر مع الأهل أكيد أصعب بغض النظر عن حسابات مباراة الأهل والزمالك مع بعض بس لما تيجي تبص على اللغة الرقمية لا مباراة الأهل والزمالك يوم 13 كلغة رقمية كمستوى فني هي مستوى فني أقل من مواجهة أهل وفيوتشر لأن فيوتشر مخسرش غير أربعة مباراة الزمالك خسر سبعة الزمالك دخل مرمى 28 هدف فيوتشر دخل مرمى 19 هدف فبالتالي على مستوى حراسة المرمى جنش ودفاع فيوتشر أفضل كتير جدا من دفاع وحراسة مرمى في نادي الزمالك دي لغة الأرقام هي اللي بتقول كده لسه في مباراة ما بين فيوتشر والزمالك يوم السبت اللي جاي هتحسم المركز التالت فدي النتيجة أو دي الأرقام اللي ممكن نبنى عليها قياس بالنسبة لمواجهة فيوتشر وثم مباراة الزمالك الإسماعيلي والاتحاد احنا بنتكلم في مستوى تاني خالص يعني الاتحاد سكندري في وسط الجدول 42 نقطة دخل فيه أهداف أكتر ما أحرز أهداف يمكن دخل فيه 37 جون وهو أحرز 35 هدف فدفاعيا الاتحاد سكندري عنده مشاكل تبص على الإسماعيلي نفس المقياس فريد دخل مرمى 36 هدف وجاب 30 هدف فبالتالي سالب 6 فبتتكلم عن مستويات مختلفة شوية مباراة الإسماعيلي ومباراة الاتحاد وبعد كده تروح لمباراة الزمالك على المستوى الشخصي أتمنى بإذن الله أن يكون حسم الدوري وإعلان للأهل بطلة للدوري العام يكون على حساب الزمالك يوم 13 سبعة مباراة جمهارية المنافس التخليدي ليك على مدار كل السنوات بغض النظر عن نتيجه خلال هذا الموسم هو بطل آخر نسخة كان بينفسك وبيفوز بالبطول على حسابك فبالتالي يعني خيرها في غيرها زي ما بيقولوا اتعادلنا مع فيوتشر لعله وعصى يكون ربنا كاتب لنا خير اللي احنا نكسب الإسماعيلي والاتحاد وعلى الأقل التعادل أو المكسب مع الزمالك يضمن ليك الفوز بالدرع الدوري والاحتفالية بإذن الله في مباراة الزمالك زي ما كسبت الوداد واحتفلت على الوداد في مركب محمد الخامس ورجعت بالكاس الإفريقية بعد مخسرت العام الماضي بنفس الشكل أمام هذا الفريق عموما مباراة فيوتشر والآلفة تفاصيل سواء تفاصيل فنية تفاصيل رقمية وكمان في نقاط تحكيمية هنتكلم عليها